على الآيات والذكر وفي فيض من العطر نفحات عطرة من طيب النبوة تنير مآثر الفكر وإشراقات مضيئة من مشكات الرسالة في فيض من العطر ننطلق فيها من عبق السنة المطهرة تنير مآثر الفكر لننتمس طريق الفلاح في أجواء الشهر الكريم ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري نفحات نبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه الإخلاص أساس الدين أساس الأعمال قال الله عز وجل وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ونحن في شهر رمضان مقبلون بإذن الله عز وجل على عمل كثير تصاحبه مشقة بالغة فاحذر أن يكون هذا العمل الكثير مع ما فيه من المشقة هباء منثورا كيف يكون هباء منثورا كيف يكون غير مقبول عند الله مع ما فيه من الجهد والكلفة يكون كذلك إذا كان مخالفا للإخلاص إذا كان على غير نية صالحة الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى أيكم أحسن عمل قال أصوبه وأخلصه فإن العمل إذا كان صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا وإذا كان خالصا لم يقبل حتى يكون صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة علينا إذا أن نخلص في أعمالنا كلها لله سبحانه وتعالى وأمر النية وأمر الإخلاص شديد جدا ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نية النية أمرها صعب تحقيق الإخلاص شيء صعب وعسير ولذلك نحتاج إلى جهد خاصة في شهر رمضان ما أسوأ أن ترى الذي يقوم الليل أو يصلي التراويح أو يصوم أو ينفق وهو في هذا كله يظهر عمله ويحاول أن يرائي به الناس فاحذر من مثل هذا وإذا كنا نحذر من العمل لغير وجه الله عز وجل فكذلك نحذر من ترك العمل مخافة الرياء بعض الناس يقع في هذا أيضا يترك العمل مخافة أن يحسب هذا العمل على الرياء والسمعة وأن لا يكون خالصا لوجه الله بل عليك أن تعمل وعليك أن تجاهد نيتك وأن تعالج نيتك فإن النية محلها القلب وإن الإخلاص محله القلب ليس شيئا ظاهرا فأعمل العمل الظاهر وأخلص في عمل القلب الباطن وبهذين يجتمع في العمل أن يكون صوابا وأن يكون خالصا وحينئذ فقط يكون مقبولا عند الله عز وجل تقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الكريم وإلى لقاء مقبل بإذن الله عز وجل على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان ما درست تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان ما درست تنير مآثر الفكر